السلام عليكم اهلا بكم من جديد وارب تكونوا بخير ونكمل شغلنا في تصميم الاسبيت جيربوكس الفيديو اللي فات بدأنا بتصميم التروس وجهزناها وعملنا كذلك الجيلة بالخاصة بها والنهاردة هنكمل بالشافتس انا هحتاج دلوقتي 5 عمويد بالاضافة للمينيس بندل فيالله نعمله هروح الاول اعمل الفولدر الخاص بهم نرجع تاني للسولد نفتح بارت ونختار الفرونت بلاين بامر نيو سكاتر هروح اجيب الخط اللي هرسم به وابدأ اعمل الشكل العام اللي انا عملته في التصميم المبدئي للشافت الاولاني وارسم نص وبعدها احط الابعاد الشافت الاولاني طوله 262 ملي متر وابدأ احط بقية الابعاد اللي فرطته حسب الكونستركشن اللي رسمته خلي بالك هو المفروض اللي بنعمله ده تصميم تفصيلي ولكن عشان احنا ما كملناش حساباتنا فمعظم شغلنا مبني على التروس اللي حسبناه يعني طول الشافت تقدر تجيبه من انك تعمل الكونستركشن بمعلومة الفيس ويتس للتروس اه بالنسبة لحطة الزغارة دي بتكون الريسس اللي قبل الالووز والفروق اللي بتحصل ببابين الاكتار دي بتعمللي الشانك اللي قلنا بيمنع حركة الترس او البييرنج مين او شمال فهي الفكرة ان المرحلة دي بتكون بعد ما بنتأكد من حساباتنا ولكن كل شيء ممكن تستغله في تطوير فكرتك وبعدها تقدر تعدي العلاء عاتي وبعد ما بنخلص ابعادنا كده نروح نعمل ريفولف حوالين الخط اللي بيمثي اللي طول الشافت كله تعالوا بقى نعمل الكي وي اختار بلين جديد ويكون ريليت للتوب ويبعد عنه 7 ميلي وده حد التعمل نص قطر الشافت اللي المكان اللي احفر فيه الكي وبأمر سلط ازا ما تعودنا ارسم الكي وي الشافت ده عليه ترسين فهعمل اتنين كي وي اللي اتنين هيكونوا نفس الابعاد فهسويهم ونحط الابعاد عليهم اول كي هيبعد عن الشانك باربع ميلي والسلط عشرة ميلي بين السنطرين ونص القطر اتنين ميلي الكي التانية بتبعد عن الاولانية بخمسين ميلي ونعمل اكسترود قط العمق مثلا ثلاثة ونص ونقول اوكي نعمل شانفر لاول الالوازة بنص ميلي وبسرد نعلم عن الديامطر اللي عن الوازه ونقول مثلا بطول خمسة عشرين ميلي ونتأكد من انه دايومتريك بيبتش واحد ونص ونقول اوكي نقفل بلين ده ونعمل واحد تاني لمكان طارة الفلاي ويل البلين على بعد سبعة ونص ونص ونقول اوكي ونعمل الشغل المتعاوضين علي نحن نسيب مسافة ما بين الكي والرسيس باثنين ميلي كويس وحتى الكي هنفرد اي عبعاد حاليا ونقدر نعدل عليها لما نصمم الفلاي ويل فيما اظن انه نص قطر الكي بيكون الديه على الثلاثة يعني او اقرب رقم يقبل الاسم على الثلاثة هنا وطوله طبعا هو احنا عارفون انه هو سنك الترس وكده اول شافت خلص ونعمل سيب وننطيه له الرمز بتاعه ونعمل سيب وعلى الفرونت بلاين نعمل نيو سكيتش ونرسم نص القطور الشافت ونحط الابعاد اللي انا عمل حسابه السؤال بقى انا بحدد الاكتر دي بناء على ايه بص هو دلوقتي انا جبت ابعاد تقريبية فكل شافت جبت اكبر في سويتس عليه واسمتوا على اثنين لو كنت تفتكروا يعني وبلعب في الرينج بقى ده وبرعبه في اطراف الشافت سواء هركب سامولا او بيرينج تكون مناسبة مع اللي موجودة في التول بوكس وده هنشوفه سوا نروح نعمل ريفولف عندي بقى كي واحدة فهنروح نجيب بلين جديد وهيكون ريليت للطوب ببلين برده هي ابعدت بنص قطر الجزء اللي هيتفحر فيه اللي هو سبعة ونقول اوكي ونعمل اللي سلوت ونحط الابعاد ودي قبلها للتعديل برده يعني ونعمل اكسترود بعمق تلاتة ونص برده ونقول اوكي من عن اول الشافت هنعمل شامفر برده بنص ملي ونعمل ثريد المفروض الشامفر يتعامل لبدايات ونهايات كل شافت وكذلك الفيلت للكورنر عشان السترس كونسنتريشن وكده يعني بس احنا ايه ممكن نعملهم بعدين ونخفل بلين كالعادة ونعمل سيب ونديله الرمض بتاعه نروح نفتح بارت جديد ونعمل نفسي الكلام لشافت ثلاثة الاختلاف بقى عندي هنا انه مش شافت عادي ده هيكون سبلاين شافت فنروح نعمل الجروف اللي فيه فمن الفرونت نيو سكيتش هنمد خط عادي بطول الحتة اللي هنفتح فيها ويعتبر الدليل ويبعد مثلا عن الارجين بستة ونص ملي هروح بقى اعمل شكل الجروف اللي انا عايزه فيه بيحفر مسلس وفيه مستطيل احنا بقى هنعمل مربع فانا مثلا هرسم الشكل على السطح ده فهعمل نيو سكيتش عليه وراح اجيب متوازي نوعه من اللي بيكون دليل فيه السنتر ومن النقطة بتاعت اول الخط نرسم المربع بتاعه ونحط ابعاده مثلا واحد ونصف واحد ونصف واخرق برا لسكيتش وبامر سويب كت احدد الشكل والمصار وبكده done انا عايز اكرر الشكل ده حاولين الشافت فبامر سيركولار باتر احدد الامر اللي عايز اكرره وهكرره كم مرة والاهم المصار نقول مثلا ده وعلى زاوية كام ونعدل في مرات التكرار ونقول اوكي طبعا سبلاين شافت له تصميم برده بس حاليا مفيش بينك الكلام ده يعني شفت عسل ازاي نروح نسايف بقى ونديله برده الرمز بتاعه نعمل بارت جديد للشافت الرابع نفس الكلام برده خلي بالك انك وانت بتصمم لازم تراعي حاجة مهمة جدا وهي انك ما تغيرش في ابعادك كتير يعني مثلا سمك البيرنج خليه دايما متساوي وكذلك خطوة الالوز والكتر عشان تستخدم اقل عناصر زي ما هنشوف اشتركوا في القناة كده تمام نعمل هنعمل بقى الشامفر والالووز واستحسن كده طوالت هتخيل كده الستيل بار ده وهو كنه بتخرج قدامك زي ما شوفنا في اول فيديو يعني وتخيل بقى ان انا بنعمل جزء من الماكينة ده اساسا الشافت ده هيكون عليه ستة تروس فهنروح نعمل لهم الكي ويز بتاعتهم موسيقى 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 عندي اول خامسة دول متساويين في الابعاد ونحط الابعاد الكي ريدياس جيبته من قطر العمود زي ما قلنا وطوله والفرقات اللي ما بينهم جيبتها من الفيس ويتس وبعده كل الترس عن التاني واللي فصلت ما بينهم بجلب وده عملناها يعني وزي ما قلتلك عادي ساعة التثبيت لو فيه تغيير هنقدر نعدل براحتنا وبالشغل اللي وصلنا له نقدر نطبق القوة وردود الأفعال على كل شافت ونعمل شك عليه اشتركوا في القناة موسيقى وبكده خلصنا الشافت الرابع ونسعيب ندره بقى الرمز والرقم بتاعه ونقل سعيب بالنسبة بقى للشافت الخامس هو سبلاين فى موسيقى فاحنا ممكن ناخد التال الدا كوبي ونقل باست وندره الرمز بتاعه ونرجعه تاني ونفتحه هنروح على اول سكيتش عملناه ونعدل الابعاد بتاعاته تمام كده نخرج بقى برا السكيتش وبالنسبة للشكل المحفور ثابت بس بوضع عن السنتر هو اللى هتغير فهنروح للسكيتش التانى ونقل تسعة ونصف مثلا اوكي تمام كده ونعمل سيب بكده احنا عملنا الخامس شافتات لسه بقى لنا منز بندل فهنسبه دلوقتي بس تعالوا نغير شوية ونعمل صوامل الزن حده هيقول لي مش هي الصوامل دي تعتبر ستاندر بارتس يعني متصممه جاهزه ممكن نجيبها من الطول بوكس على طول بص هو انا هعمل لك مثال يوضح ده على اول شافت لما استخدم لك صموله جاهزه بس اللى عزق تعرفه انه معظم المكان انت ممكن توصف له الحاجه تنسبه يعني تكون قصه بالمكانه بس هي عشان الوظيفه تتحقق فما تستعجلش هنشوف ده سوا هروح الاول اعمل فولدر بتاعهم هروح افتح السلد على بارت جديد نغير المرة دي ونعمل على طوب لين ونيون سكيتش اختار الشكل السداسي ونرسم دايرة في النص كترها 14 ملي وعرض الصموله 18 ونعمل بصمك 5 ملي هنعمل شاطف او شامفر على السطح ده بنص ملي ونقول اوكي نعمل بقى الالواز الداخلية بامر سرد ونختار الديامتر اللى هتبتدي منه والمرة دي هنختار مترك تاب لان الالواز الداخلية وبنفس البيتش والام اللى ماشينا عليه ونقول اوكي نروح بقى نسايف في المكان بتاعها وندي لها الرمز الخاص بها ونقول سايف احنا هنحتاج ساموله تانية كمان فبدل مرسم رغم انه بارت بسيط يعني بس هنروح اخذ كوبي وعدل عليه لان بالنسبة لل 16 ترس هحتاج نوعين بس من الصوامين فبالنسبة للساموله التانية هيكون طولها 30 وكتراها الداخلي 24 ميلي وبس كده كل شي بقى هتغير بناء على البعد الجديد وسايف نجي بقى الجزئه مهمة جدا جوادتها عشان نعمل بلوك جيرز الا وهي المجرد داخلي التروس اللي هتنزلك على الشفت سواء ثلاثة او خمسة فتعالوا نعمل لهم فولدر الاول هنفتح السلط على اسمبلي هنضيف الشفت التالت ونروح نجيب احد التروس اللي هتنزلك عليه وليكن ترس واحد فبأول بلوك شايفين بقى الدايرة الزغرة دي هعمل لهم ميت مع الشفت ونقول اوكي ونروح نسايف الهي صديقة بارت هنسايفه بره احتياطي ونديه رمز مختلف يفكرنا بس هو تابع انهو بلوك عشان لما نرجع له مثلا نقول زير واحد ونقول سيف ايه في البال اسمبلي مش هحتاجه واروح افتح البارت اللي سايفته من شوية اروح لخانة السيرش واختار كومند عشان هبحث عن اوامر في البرنامج هنعوز امر الكمباين الا وهو ده دلوقتي الشفت والترس الازئين مع بعض فالامر ده اما يخليهم بلوك واحد مفيش بينهم فاصل لو اخترت امر اد وده مش عايزه او اشيل واحد منهم وانا عايز اشيل الشفت ده بس الترس يحتفظ ببروفايل الشفت الخارج فاختار سابنتان تاني واحدة فاشيل من الترس الشفت واقول اوكي وبكده شغلنا على الترس يكون كامل كلهم اروح اسعيفه بقى مكان الترس القديم هيقول لي ريبلايس اقوله اه واقفل ده واروح اعمل بقى التروس امسح ده بقى عشان مش عايزه عندنا على نفس الشفت الثالث البلوك اللي فيه الترس 18 شال 19 فاروح السولد وعمل نفس الكلام فعرفتوا ليه اختارتوا كتره صغير اه عشان الخطوه دي كمان فيه حاجه افضل انكم تعملوها يعني هو انكم تعملوا الترس زي اول خطوه عادي اللي هو عدد الاسنان والفيسويتس والهب والكيوي فبيكون معك امبورتد بارت زي ما قلنا هتعمل بعدها على طول سبلاين شارفت وتجمعهم زي ما بنعمل دلوقتي لانك بعد ما هتجمعهم وتسايفهم كبارت هيكونوا باردو امبورتد بارت فتشتغل بعدها عادي بقى تعمل السلوت والثريد عشان لو حصل انك عايز تغير في ابعادهم ما يكونش في مشاكل موسيقى 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 وكذلك الشفط خمسة هنعمل على الترس 11 و 14 ترجمة نانسي قنقر 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 والغلط بيكون من عمق الاسلوت بس عشان التنسي واحد امورتت فايل فهنغير في ارتفاع الكي وبتجرب لحد ما توصل ونركب بعدها الترسي الثاني هنلاقيه بيلفت فهسبته سواء بقى مع الكي او الترسي اللي اصاده لانهم نفس عرض الكي ونركب ساملتين الزن سأجيب السامولة رقم اثنين لانه قطرات داخل اربعة وعشرين ونرماه هنا وعمل الكنسنترق مت مع الهب وكنسدنت مع وش الترس عشان تزنق عليه وعشان ما تلفش وكأنها مربوطة نعمل كونسدنت مع اي سطحة او خط والكنترول نسحب بالماوس سامولة تانية ونعمل نفس الكلام وكده عملنا اول بلوك جيد نروح بقى نسايف بس اكاسم بالي عادي يعني وندي لها الرمز والرقم بتاعها لما هنقول سيف هيتظهر لي الماسج دي بتقول لي عندك بارت لازم يتسايف بارت ده هو الكي اللي غيرت فيه فاحفظها ضمن البارت سلي معايا فاعمل لها فولدر هسميه كي واسيفه فيها هروح بقى اجيب بقى البرتات واعمل نفس الكلام عندي عن النفس الشفت البلوك مكون من ترسين 18 و 19 هروح اسحابه مجمعه عشان الوقت هنطلن شكي ما هو احنا عرفنا خلاص بتعمل ازاي وبعدها نحن نللن ايه اصلا غير انه ما يتحركش وبصاملتن ازاي ناربط زي ما عملنا اشتركوا في القناة واروح اسعيه واعمل البلوكين اللي على الشفت خمسه ولاحظت صمت كده عشان انا عارف ستضعطيكه بصراحة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة